اصبحت مسؤولية المشاركة في كأس السوبر الأوروبي بين الريال وإشبيليا في يد النجم البرتغالي كريستيان رونالدو بعد أن عاد للمشاركة مع الفريق خلال المباراة الوذية الأخيرة للنادي الملكي أمام مونتشستر يونايتد صاروخ ماديرا كان قد تعرض لإصابة في ركبته اليمنى قبل نهاية الموسم الكروي ألقت بظلالها سلبيا على مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل وكان من المنتظر أن يغيب لفترة معتبرة من الزمن بسبب عدم تعافيه التام لكنه عاد بعد ستة أسابيع فقط وذكرت صحيفة مارك الإسبانية أن اللاعب استمع إلى تاليمات الطاقم الطبي لكنه غير قادر على منع نفسه من اللاعب وهو ما ظهر عندما أصر على اللاعب أمام مونتشستر يونايتد متجاوزا بذلك تصريحات مدرب الريال الإيطالي كالوانشيلوتي حيث أنه صرح قبل المباراة أن اللاعب لن يشارك في اللقاء وبالرغم من ذلك لاعب ربع ساعة أخير من زمن المباراة